موسيقى يبدو أن الهدنة الرابعة في السودان تسير على خطى سابقاتها على الأقل هذا ما تشي به الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتحاربين وآخره بيان للجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة ومحاولة احتلال مواقع داخل الخرطوم وخارجها إنسانيا الوضع متأزم حركة النزوح تتسارع كلما هدأت أصوات الرصاص المستشفيات تخرج تدريجيا عن الخدمة المواد الغذائية مفقودة الحراك الدولي يبدو مؤجلا ما خلى بعض النشاط المتسارع لإجلاء الدبلوماسيين والرعاية إلى الخارج كل هذه التفاصيل سنتابعها في هذه التغطية الخاصة من الميادين لهيب السودان وسيكون معنا الأستاذ محمد عبد الكريم الخبير في الشؤون الأفريقية من القاهرة ومعنا الدكتور حسن دنقص مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والاستراتيجية معنا من الخرطوم أهلا بكم جميعا في هذه التغطية ونبدأ من حركة النزوح التي تتواصل بالآلاف للمدنيين من السودان إلى مصر عبر ميناء أركين نستمع إلى جانب مما قالوه لدى الوصول إلى الأراضي المصرية يمكن أصعب لحظة لحظة التفجير في الخروج هي ما قبل الخروج يعني يمكن الواحد بيضرب خماس في أسداسه وسط أصوات انفجارات عنيفة وسط أصوات رصاص قرر بأنه يبعد بأولاده عن أماكن النزاع بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع تقريبا كأنه البلد هو العاصمة أصبحت مقسمة يعني إحنا اضطرنا ما نطلع بسيارتنا الخاصة اضطرنا نتصل على سيارة أجرة لأن الأجرة ما بتتعرض لضرب أو عمف أو كده يعني وصلت سيارة الأجرة وحتى كان سائغ الأجرة يعني هو نفسه كان خايف مش كان بيقولوا في هدنة لكن حتى الهدنة كان في حرق واضح لها يعني هدنة لو انت رايح الدكان مثلا أو البقالة تشتري حاجة للأطفال ممكن سوط الرصاص يخليك ترجع للبيت تاني وتكفل على نفسك والأطفال يكونوا أحيانا تحت السرير يعني مش في مكان على البيت يعني احنا ممكن نزلنا المراتب تحت في الأرض والعيال لما يسمعوا سوط الرصاص بيدخلوا تحت السرير يعني إضافة للإحساس بالخوف الشديد يعني كنا بنلاحظوا عليه أولادنا وإحنا نفسنا حتى إحنا الكبار اللي بنطمنهم بنطمنهم وإحنا خايفين يمكن ديع الوحيد يتمنى إنه الحرب تنتهي وإنه يرجع الأمن والأمان للسودان ويرجع الأمن والأمان للمدنيين يعني إحنا كمدنيين حسيننا بأنه إحنا مش مهمين وحسيننا بالخطر الداهم الدول أصبحت تجلي رعاياها من السودان ودي يمكن النقطة الخوفة الناس أكتر خوفتنا إحنا كسودانيين أكتر يعني حتى الدول الصديقة أجلت رعاياها يعني ماذا بقي المواطنين السوداني؟ أصدرني يعني شغال من السودان أرفع مواطنين من المعبرة للسوداني لأبسونبي لكركر لأسوان الحركة شوية اليومين دي يعني صعبة يعني مع الحروبات والمشاكل كان أصلا يوميا عندنا رحلة لكن اليومين دي صعبة شوية يعني الواحد بغش بالعافي بحسب المشاكل وكده طبعا تابعنا عينة بسيطة من السودانيين الذين استطاعوا الوصول إلى مصر وأيضا هناك عدد كبير من السودانيين وصلوا إلى تشاد وهناك أيضا مخاوف بإحداث أزمة بهذا البلد تشاد الهش سياسيا بالأساس نبدأ الحديث معك دكتور حسن دنقص معنا من الخرطوم أنت يعني كيف يعقل للمرة الرابعة وهذه الهدنة هشة إلى حد كبير خروقات كبيرة إطلاق رصاص عوائل تنتظر لحظة بلحظة تهدأ الاشتباكات في بعض المناطق حتى فقط تستطيع الخروج في سبيل الهرب كيف هو الحال في السودان؟ التحية لك والتحية للمشاهدين قناة الميادين الوضع داخل الدولة السودانية حارج جدا بالغاية فيه عدم استقرار السياسي عدم استقرار أمني عدم استقرار اجتماعي حركة المزوح داخليا كثيرة جدا هناك حجرة للجوء إلى دول الخارج لكن يجب فيها معاناة كثيرا في ظل انتشار العسكري الكثيف لكل الطرفين لكن المهدد الأكبر يقع هو قوات الدعم السهلية التي تتعامل مع المواطنين باعتبارهم دروع بشرية تحتمي بهم بنواب الغارات الجوية التي ترفيذها القوات الآن هل هناك اشتباكات في هذه اللحظة؟ من حين إلى آخر تكون هناك اشتباكات وغالما تكون اشتباكات عبارة عن غيرات جوية كده القوات المسلحة تجاه قوات الدعم السهلية متمكزة الآن في بعض شوارع القطوب وهناك عبارة عن أقتال سيارات متحركة يتم قذفها من خلال الضائرات هناك حركة دقوة من الجانبين وقوات الدعم السهلية تعمل على تحشيد قواتها التي تبقت على أطراف ولاية القطوب وتحاول تنيعها من جديد من أجل الدخول إلى مواقع استراتيجية لكن القوات المسلحة أو القوات الجوية تكون لها بالإبنسات وهناك الحرب الآن هي دائرة بين كر وفر ما أن تستقير الأحوام الأخرى إلا أن تشهد أو تسمع دوي انفجارات قوية جدا في أنحاء ولاية القطوب المختلفة إذن الصراع مستمرا وهذا يدل إنما يدل طيب هذه الاشتباكات التي تحدث بين حين وآخر في بعض مناطق الخرطوم من المسؤول عنها؟ من البادئ بها؟ من هو الذي يقوم بخرق هذه الهدنة؟ من يقوم بخرق الهدنة هو قوات الدعم السريع بسبب فقدان القيادة في التواصل مع الجنود والتواصل مع قاعدة على أرض الميدان كما نعلم أنه في الفترة الماضية فقدت قوات الدعم السريع التواصل بشكل مباشر مع قواتها على أرض الواقع بسبب درب برج الإتصالات والشركة الكبانية التي كانت العامة مع قوات الدعم إذن هناك صعوبة في التواصل معهم لذلك نجد أن الطرقات من حين إلى آخر تقوم منهم لذلك حتى بيان القوات المسلحة يقول دائما أن هناك الطرف الذي يخرج الهدنة هو دعم السريع سمح لي أن أنتقل هنا للقاهرة أستاذ حسن أستاذ محمد عبد الكريم الواضح من كلام ضيفنا من الخرطوم بأنه قوات الدعم السريع في وضع ميداني صعب هي المسؤولة عن خرق الهدنة أولا هي المسؤولة عن توتر الأوضاع على هذا الحد الكبير وتهديد حياة المدنيين هذا ما فهمناه منه هل الواقع على الأرض بنظرك يبدو هكذا أو بحسب معطياتك بالتأكيد يبدو كذلك حتى في مصارعة قوات الدعم السريع أو قيادة الدعم السريع بقبول كافة الوسطات أو المبادرات المعلنة بحماس شديد للغاية ونقول بلهفة بالغة يؤشر إلى ذلك قيادة الدعم السريع بحاجة إلى إعادة تظهر في مشهد السوداني مرة أخرى وإعادة تأكيد على أنها طرف في الصراع وليس قوة متمردة فحسب لأنها طرف في الصراع الدائر وفيما قال يستجد من تسوية سياسية أو هدنة تقول أن تسوية سياسية هي بحاجة إلى ذلك بعد ما خسرته من على الأرض بشكل كبير للغاية أو بشكل مهم انشقاقات داخل قوات الدعم السريع قرارات ملقبة لقوات المسلحة بفصل مكونات قوات دعم السريع مثل حرص الحدود وهي نسبة بالغة ضمن قوات الدعم السريع كل ذلك يشير تفكيك تدريجي لقوة الدعم السريع ومبادراتها بالحكوم على مطار مروي وغيرها من المناكس الحساسة في السودان ورغبة في إحداث نقلة نواية في الصراع الأمر لازم يتم بفضل تماسك الجيس السوداني وقدره كجيس نظامي على مواضي هذا الحرك المباغي من قوات الدعم السريع طيب يعني الآن هذا الوضع الميداني الذي يحصل في السودان مع تراجع كما تقول قوات الدعم السريع لكن أيضا هناك أسألة تطرح أن هذه القوة كما تسمى في السودان ميليشيا الدعم السريع مدعومة من قبل أطراف خارجية لها أساليب وتكتيكات بالقتال مختلفة متمرسة ربما أكثر على حرب الشوارع بالتالي هناك من يقول بأنه القوى المدنية حتى في السودان قالت قبل أيام إجلاء الرعاية العرب والأجانب هو مؤشر خطير على أنه مستقبل الأوضاع إلى مزيد من التأزيم خطوة طبيعية يعني أعتقد أن إجلاء الدجنماسيين من أصبت خرطوم ونقل بعضهم إلى أم دورمان القريبة من خرطوم لاست بعيدة عنها أعتقد إجراء طبيعي وليس مؤشراً حاسماً باستصالة الأزمة على العكس نرى أن هناك يعني بوجود المجادرة الأمريكية أولاية أمس هناك إسرائيل أيضاً عرضت وسطها باستضافة البرغان محمد في إسرائيل نفسها بدعم من الإمارات حسبما صراحة وزارة الخارجية الإسرائيلية كل ذلك يعني يحولنا إلى احتمال وجود تهدئة أو ترتيبات معينة تقوم إلى الاستقرار وليس بالضرورة استمرار الأزمة بشكل يعني سنوات مقبلاً نتمنى ذلك بسدان حقيقة أن شعب السوداني لا يستحق كل ذلك خاصة أنه ليس طرفاً أصيلاً في السراعة والسلطة حتى منذ قبل 15 إبريل يعني قبل 15 إبريل لم يكن يؤخذ برأي أغلبية المواطنين السودانيين في العملية السائلسية كانت تستحف فقط فقط بهذه النقطة تحدثت عن معلومة أو عن تحليل أنه إسرائيل ربما تدخل بوساطة بين الطرفين أعلن أمس عن معلومة أعلن أعلن في أحد الموقع السهيرة أهى طيب دكتور بشير آدم رحمة وهو الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي معنا من الخرطوم نرحب بك دكتور بشير كيف تقرأ مستقبل الأوضاع في السودان مع هكذا سرع دكتور رشيد دكتور رشيد إبراهيم عفوا مدير محد التحليل السياسي والعسكر من الخرطوم ضيفنا الآخر هو دكتور بشير دكتور رشيد تفضل نعم دكتور رشيد محمد إبراهيم حياك الله نعم واضح جدا أنه الأوضاع في السودان هي تسهل في طارق تصعيد ولكن تصعيد محدود سبغ للسودان أن شهد تجارب مماثلة مثل هذه في العام ستة وسبعين تعرضت الخرطوم العاصمة إلى هجوم في عهد الرئيس السابق نميري وكذلك في فترات لاحقة في العام الفين وثمانية هجوم حركة العبد والمساواة ولكن هذه المرة كانت تابعة للجيش وداخل الخرطوم فبالتالي هناك فروقات ولكن النتيجة العسكرية واحدة على صعيد العمل العسكري الملداني لم يسبق لقوة خارجية أو حتى تمر الداخلي على قرار ما حدث في توريت 56 أن انتصرت عن الجيش السوداني أو أعادت تشكيل المشهد السياسي العسكري بالتالي الآن بالنسبة للجيش تقريبا أنها عملية تمر القوات كانت تابعة له بالتالي التعامل معها يأخذ الطابع العسكري وفق القوانين واللوايح التي تنظم قوات عمل التعم السريع قانونه في 2017 وقانون القوات المسلحة السودانية فبالتالي هي تتعامل مع الموقف هذا تعاملا عسكري يبدو أن كل مؤشرات وتوازنات القوة هي تريق يعني الجيش السوداني ليس هناك مقارنة بقدرات الجيش السوداني وبين قدرات الدعم السريع فبالتالي المؤشرات في الميدان حتى الآن هي تزهف في صالح أن حسم المعركة من قبل الجيش السوداني هي مسألة وقت ليس أكثر إذا ما صارت الأمور لكن دكتور رشيد مع الاحترام لما تتحدث به أنت وباقي الضيوف أيضا وجهة النظر الأخرى ترى بأنه العسكر استأثر بالسلطة يريد السيطرة على السودان يريد حكم السودان بالقوة حكم العسكر وهو حتى ما عبرت عنه شرائح كثيرة من الشرع السوداني بأنه مرفوض نعم العسكر هو من سلم السلطة للمدنين في آخر انتقال سياسي ديمقراطي السلطة ولعل العالم والعالم العربي يحفظ اسم المشير سوار الدهب وآخر جنرال في حكومة فترة انتقالية سلم الحكومة لحكومة الصادق المالي وحكومة منتقبة العسكر في تغيير انحازوا للجيش قلع المشير أعلنوا تشكيل حكومة بغيادة دكتور عبدالله حمدوك يعني ليس صحيحا ان العسكر ميالون وهذا الصراع وليس صراع بين العسكر وبين المدنيين هو صراع بين الجيش السوداني الذي عمره مئة عام وواحدة من احضر فصائله لماذا لم يوقع الاتفاق الإطاري الاتفاق الإطاري لم يوقع لأن المصفوفة التي وفقها يتمل العمل وينتقل إلى عملية التوقع الإطاري لم تكتمل تعلمون التفاصيل الورشة الأخيرة التي سبغت التوقع وهي نعم دكتور رشيد سنعود لك أستاذ محمد عبدالكريم عفوا أستاذ حسن دنقص حتى نكون فقط بالتسلسل ونكون عادلين أيضا بتوزيع الوقت أستاذ دنقص هل الصراع الآن بين الجيش كقوات مسلحة وبين مجموعة خارج على هذه القوات النظامية أم هو صراع بين إرادتين صراع بين محورين صراع بين رجلين يريدان الوصول إلى السلطة بأي ثمن أعلن الجيش في بيان سابق أن قوات الدعم السريع خريت عن طوع القوات المسلحة وكما ذكر البيان السابق ذكرها بأنها ميليشيا فبالتالي تم تجريد قوات الدعم السريع من تبعيتها للجيش وأنها خريت عن حضن الجيش لذلك الصراع الآن ليس صراع من أجل السلطة إنما صراع من أجل التحول الديمقراطي الذي بذل فيه الجيش الكثير بسبيل أن يكون هناك استغرار داخل الدولة السودانية إلا أن قوى الحرية والتغيير من قبل الدعم السريع يريدان أن يتقطف هذه الثورة السودانية من خلال التوافق الذي تم بينهما حتى ولم يكن معلن لكن هذا التوافق لا يعبر عن إرادة الشعب السوداني الذي نريد أن يكون تحول الديمقراطي حقيقي نريد انتخابات نزيهة وشفافة نريد أمد الفتر الانتقالية التي طال أمدها نريد لا تكون حناك محصصات في الفتر الانتقالية نريد حكومة مستقلة تعمل على انتقال البلاد إلى صادق الاختراع كل هذه الأشياء لم يتضمن الاتفاق الإطاري الاتفاق الإطاري يمكن قوى الحرية والتغيير ويمكن الدعم السريع من الاستيلاء على السرطة ومارسة السياسة داخل الدولة السودانية بطريقة غير دستورية وغير شرعية فيها تغيير كثير جدا من القوانين وهذا لا يتأتى إلا في حكومات منتخبة والشراعية دستورية في كل ما يهم القضايا السورية هل الجيش قادر على القيام بهذه المهمات أو تحقيق هذه المطالب الجيش قادر هذه مهمة منذ بداية سورة ديسمبر إلا أن كان هناك نوع من الفضوع من الجانب العسكري لقوى الحرية والتغيير نعلم أن هناك كانت ضغوطات دولية وضغوطات الداخلية لكن هذا بواقع القوى العسكرية وبواقع الخبرة والحنكة لدى الجيش كان ينبغي أن يكون هناك تعامل أكثر من ذلك كان يمكن يتحدث عن أن يتم تكون حكومة مستقلة والاستفادة من ثورتين أكتوبر 64 وثورت أبريل 85 من خلال مزق الماضي من الحار ومن تنتج واقع الدولة السودانية إلا أن لم تتم الاستفادة من حتين التجربتين وتم الاتفاق وتقسيم الحكومة مع قوات الدعاء مع قوة المركز والتغيير وكانت هذه علامة شائنة في تاريخ السياسة داخل الدولة السودانية بتنكين قوة لا أقول يسارية لكن بغض النظر سواء يسارية أو يمينية بأنها ليست لديها الشرعية الكاملة في تغيير الواقع السودان من خلال تغيير القوانين وتغيير المعاهدات كل هذه لا يتأتى إلا في الحكومات المنتخبة تم تغيير كيل 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 قريبا إلا أن في الفترة القريبة الماضية كان هناك حراك شعبي كبير جدا أجبر القوات المسلحة لإتخاذ وخاصة القوى الأخرى المناوية للحرية والتغيير بضرورة أن يكون هناك عدالة فيما يتعلق بالواقع السياسي داخل الدولة السودانية إذ أن ليس من شأن قوة أي إن كان حجمها أن تعمل تغيير جموغرافي أو تغيير إجتماعي داخل الدولة السودانية غير أن يكون ليها السند وليها شرعية دستورية حتى في التعامل مع القضايا الداخلية والقضايا الخارجية المشكلة سيدي أنه كل طرف الآن يتحدث بشرعية القانون بشرعية الدستور وحتى بشرعية الشارع يتحدث عن مؤيدين عن انقسام موجود حتى داخل الشارع بتأييد طرف على آخر لكن فيما يخص أزمة أو مشكلة النزوح التي بدأت تتضح جليا يوم بعد آخر سواء في مصر أو في تشاد الآن سنأخذ مشاركة أو مداخلة معنا من الأستاذ علي فاضل قديركي هو أعلامي تشادي معنا من العاصمة إن جمينا يبدو غير جاهز الآن طيب بالعودة لك أستاذ حسام دنقس هل الآن المؤسسة العسكرية في حال توصلت إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع يمكن أن يعني تعيد ترتيب الأوراق سياسيا وأن تسلم السلطة للقوى المدنية بعد الذي حصل القوات المسلحة قال أن أي حوار وتفاوض مع الدعم السريع يقوم برسستام الدعم السريع تماما وفضوعها تماما لقوى الجيش يعني هذا تجريد القوات الدعم السريع من أي دور داخل الدور السريع ومن أي عمل عسكري داخل الدور السريع وهذا هو الواقع الصحيح لا يقد أن يكون هناك قوة مواذية للجيش داخل الدولة وهذا يعمل على تفتيت الدولة ويعمل على يكون هناك ميزان قوة وهذا ما استغلته هو الحرية والتغيير في الابتزاس للمؤسسة العسكرية والضغط عليها بتمرير قراراتها عبر الدعم السريع بإحتوال كانت قوة ربما كانت تشكل خطر على الدول السودانية وكان القوات المسلحة هي كانت همها والأخير لا تنتلع حرب بحزبان القوات المسلحة سمحني سيد محمد عبد الكريم ما رأيك بهذا الكلام هل توافق عليه؟ بالتأكيد القوات المسلحة السودانية أمام مسلحة تاريخية وبغضة عن الاختيار الديمقراطي أنا لا أمير شخصين إلا أن سيدة عبدالح البورهان يعني يعيد 100% أفكة الاختيار الديمقراطي أو عملية ديمقراطية واسعة لكن هو حريص أكثر على الدولة السودانية وتماسك الوحيدة السودانية وعدم الانتلاق إلى حرب أهلية الخطاب الذي تمناه سيدة برهان قبل 15 إبريل حتى كان أقرب للديمقراطية من قوى الحرية والتغيير وهذه مفارقة غريبة للغاية لأنها كانت يدعو إلى حوار مشاركة شاملة وعدد اتصاق طبعا هو ضامن بالأساس لدعم تاريخ الإسلامي العريض للقوات المسلحة والسيد برهان شخصيا ويدمن توظفية استحقاقات انتخابية مقبلة المواضلة في رأيي أن القوى المدنية كانت ترفض هذا الخيار الدموقراطي وتتخوف من عملية أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة كانت تطالب مخصصات كما ذكر الزملاء القاضل كان ما يجعلهم من مخصصات مناصب وزارية أو مناصب هلائية أو ما إلى ذلك دون حتى عملية سياسية واضحة ودون عملية سياسية سليمة بالأساس يعني هناك وضع في الرؤية للهزير القوى فيما أتوقف محلقة انتقالية إقامة مؤسسات مستدامة مجلس تمثيل مجلس نيابي كانت تميد إلى تعيين مجلس انتقالي يقوم بوضع قوانين ووضع دستور حتى انتقالي لسودان دون مشاركة شعبية من الموطن سولانين وهذا كان خيار صاهر للغاية أنه إملاءات إقليمية ودولية على العملية السياسية وليس لكن الأوضاع على الأرض اختلفت كثيرا حتى لا نغوص حتى في الحديث السياسي وهل سيتم الاتفاق الاتفاق تم التوصل وتم الاتفاق على التوقيع ولم يوقع الاتفاق الإطاري الكثير من المبادرات السياسية لم تحترم ولم توقع لأن وصلنا إلى واقع آخر يعني الآن في هذه اللحظات آخر خبر على شاشة الميادين ممثل منظمة الصحة العالمية يتحدث عن 459 شخص وتقريبا 4075 مصاب جراء الاشتباكات وأنه الرقم الفعلي هو أعلى بكثير طيب من هم المسلحون الذين يسيطرون على مختبر الدولة المركزي الذي يحتوي على عينات طبية والآن الوضع السوداني صحيا من أخطر ما يكون أعتقد يعني لازم هناك عزمة حقوقية وهناك يعني تحذيرات من وقوع أو بيئة في العاصمة السودانية الخرطوم وهذه الظاهرة يعني مؤسفة للغاية في الحقيقة أعتقد يجب أن يتم فتح الممرات الأمنة أمام دخول مساعدات يعني هناك بعض دول جور مثل مصر للا يستعداد للمشاركة العجلة في تحسين الوضع السفي ولا لها إمكانيات يعني أيضا إمكانيات التدقل العجلة في 24 ساعة إذا أتيحت هذه الممرات الأمنة يمكن أن يتم زالت بشكل سريع ومساعدة الأطفال الطبية في السودان وفي الفرطوم تحديدا على مواجهة هذه الكارثة حتى يعني في هدنة قد يتم تواصل إليها لكن دكتور الرشيد اسمح لأستاذ محمد سنعود لك دكتور الرشيد الوضع الميداني الآن في السودان هل يشي بأن الهدنة ستستمر أنه بعض العوائل التي تريد الخروج ستجد ممرا أو طريقا آمنة للخروج من الخرطوم أو من منطقة أخرى يشي بأن هذه الهدنة سوف تصمد أو تستمر تم خربها تماما مثلها مثل الهدن الأخرى تم اخترابها وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بوهدنة نفسها وتتعلق بطبيعة الأطراف طبيعة الصراع كما ذكرت بصراع لا يقبل القسم على أثنين لا بد من منطفر واحد كما أن طبيعة تشكيل وتكوين قواة الدعم السريع التي فقدت إلى حق كبير السيطرة الميدانية على قواتها بالتالي أصبحت تعمل في جزر معزولة بالتالي الضربة التي وجهت لغيادات الدعم السريع مراكزها في القرطوم رئاسة الدعم السريع فقدتها كثير من السيطرة ولا يمكن التحكم في كل قواة الدعم السريع المنتشرة في العاصمة أصبحت تقديرات الميدانية بالقادة العسكريين في المناطق التي تحدد شكل العملية والشكل الاستجابة لها هذا من ناحية من ناحية أخرى أن الجيش السوداني لديه مسؤوليات ربما قد لا يفهمها الدعم السريع وذلك من واقع أنه المؤسسة الأولى للدولة ومن أنه الدولة الشرعية الحكومة الشرعية التي يعتعامل مع العالم الآن الجيش يقوم بأدوار في إجلاء المدنيين تعلمون ذلك من الخرطوم من المدرمان وبالتالي يجب أن يتحرك لتأمين حالة الجلة هذه عبر الطائرات ربما إلى حد ما عبر المركبات كما أن أيضا من مسؤوليات الجيش السوداني تأمين الدولة السودانية من أي أخطار خارجية محدقة أو أن تستثمر أيما جماعة إرهابية أو حتى أطماع خارجية هذه الدولة لذلك الجيش يتحرك وطيرانه يحلق ويغطي سماء السوداني هذه المسؤولية ليست لها علاقة بالهدنة من الجانب الآخر ربما يفسر الدعم السريع هذه التحركات على أنها هي ضده أيضا مفهوم الدعم السريع أيضا كنا فيه خلق وكثيرا ما يفهم ونلاحظ ذلك ونحن موجودون في الخرطوم وتحرك في المناطق أنه يفهم أنه وقفة لغنار داخل الخرطوم بينما يحرق قواته من الفاشر عن طريق فقط أسمح لي بهذا الاستضاح منك وأنت تتحدث أيضا عن هذا الانهيار لو صح التعبير في بعض القطعات أو القوات للدعم السريع هذا أيضا في داخل الخرطوم والمعروف عن قوات الدعم السريع قوتها في الأطراف في الولايات الأخرى ليس في الخرطوم حصرا كعاصمة بالتالي لا نستطيع الحديث عن مرحلة انهيار قوات الدعم السريع وتشتت هذه القوات وهروب بعض القيادات نعم دعني أشرح لك بالانهيار الدعم السريع له ما يغرب من السبع مراكز داخل الخرطوم رئاسته داخل الخرطوم غرفة السيطرة والدحكم داخل الخرطوم كل الأجهزة فيما يلي عمليات الابتصالات وربما التصنط والعمليات الفنية داخل الخرطوم فعندما تضرب هذه القواعد داخل الخرطوم يعني أن السيطرة على الغوات داخل الخرطوم قد خبضت ونحن نتحدث عن الهدنة نتحدث عن الهدنة ربما بصورة أساسية في الخرطوم لأنه هي مناطق تواجد الأجانب هي كسافة الضربات التي تحتاج إلى عمل الإنساني أكثر المستشفيات وغير إذن نحن نستعد في الخرطوم فعندما نتحدث عن الخرطوم نقصد كل ذلك فضلا على أن الخرطوم هي العاصمة السياسية وكثيرا ما تحدد مصير ومستقبل العملية السياسية من حضور السيطرة على الخرطوم التظاهرات التي تغير الأنظمة التي تحدث الفرق في الخرطوم كذلك العمليات العسكرية التي تحدث في الخرطوم هي التي تغير المشاكل إذا كان الحال هكذا فإذن من تقريبا قبل أربع أو خمس أيام الجيش أعلن أنه بدأ بمرحلة تمشيط في بعض المناطق الخرطوم بحري وبعض المناطق المهمة داخل الخرطوم وحتى بالقرب من القصر لكن الآن هناك اشتباكات في الخرطوم في هذه اللحظات ما زالت هناك اشتباكات ما زالت هناك نعم هناك اشتباكات ما زالت هناك سيطرة المسلحين على مختبر الدولة المركزي سنتحدث بكل هذه النقاط المهمة أرجوك حتى إن كانت لديك معطيات سنستفيد منها لكن اسمح لنا الآن أن نرحب بالأستاذ علي فاضل قديركي وهو الإعلامي التي تشادي معنا من العاصمة من جمينا أستاذ قديركي نرحب بك معنا من الميادين وأيضا نجدد الترحيب بالدكتور بشير آدم رحمة وهو الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي معنا من الخرطوم كنا قد رحمنا بك دكتور بشير قبل أن تنظم إلينا أستاذ قديركي كيف يبدو الوضع في تشاد خصوصا مع ورود معلومات بوصول أعداد كبيرة من السودانيين إلى تشاد وأيضا الحديث الآن عن أنه تشاد غير مستقر سياسيا وهناك مخاوف حقيقية من إحداث مشكلة أو أزمة أهلا وسهلا بقناة الميادين أهلا وسهلا بضيوفكم الكرام أولا كون تشاد غير مستقر سياسيا هذا القلام غير صحيح تشاد دولة الآن مستقر سياسيا وأمنيا داخل حدودها الجغرافية وداخل مدنها جميعا الحاجة الثانية أن ما يجري في السودان أكيد تتأثر به دولة تشاد لا شك فيه لأن هناك في روابط بين الشعب الشادي والشعب السوداني هناك قبائل مشتركة في المناطق الحدودية تقريبا 30 قبيلة مشتركة بين شاد والسودان فأكيد ما يحدث في السودان أكيد يتأثر به الشاديون لكن حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة الأوضاع في دولة شاد مستقرة ومطمئنة أما الأوضاع في المنطقة الحدودية هذه الأوضاع تشهد نزوح لاجئين من دولة السودان منذ عام 2003 حيث اندلعت أزمة دارفور استقبلت تشاد آلاف من السودانيين منذ عام 2003 حتى عازل اللازة يعني منذ عشرين عاما فما يحدث في السودان الآن شيء مؤسف جدا نحن نتأثر ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستدفى الأمن والاستقرار في دولة السودان الشقيقة ودولة الجالة أما بالنسبة للأوضاع الأمنية حضرتك أستاذ قديرك يعني رديت بالعكس تماما بالتالي هذه المعلومة هي جاءت على تقول أزمة السودان تهدد بإعداث اضطرابات في اتشاد المجاورة وأيضا تتحدث أنه عبر عشرات الآلاف من السودانيين إلى اتشاد يعني في غضون أيام أو ساعات معدودة فالحديث الآن في الصحافة في الإعلام الغربي عن وضع اتشاد وعن المخاوف عن اتشاد أنت الآن تتحدث بصورة معكوسة تماما حقيقة أنا قلت لك منذ البداية نحن استقبلنا اللاجئين السودانيين منذ عام 2003 عندما اندلأت الأزمة في دارفور نحن استقبلنا سودانيين مئات الآلاف من السودانيين حتى الآن يقيمون في الأراضي الكادية منذ عشرين آمن لم يحدث شيئا أما بالنسبة لما يحدث في السودان الآن الصراع الجاري بين البرهان وحيميتي أكيد هذا الصراع يؤثر على الأمن والاستغرار في المنطقة الحدودية لكن حتى هذه اللغضة لم يحدث شيئا لأن دولة كاد قبل أسبوع أرسلت بعسة عسكرية أو أرسلت قواد أمنية لمراقبة الحدود وحتعسبة لأي انفلات الأمنية في تلك المنطقة لأنك تعرف والجميع يعرف عندما تنشق حروبات مثل هذه الحروب أكيد هناك فيه من يريد أرقلة المنطقة الحدودية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية لكن حتى هذه اللغضة التي أتحدث يعني هناك خوف لكن ممكن بعض الشيء في تقرير فينشال تيمز هناك معلومات صححتها جنابك شكرا طيب ابقى معنا أستاذ علي فاضل أرجوك ودكتور بشير الآن في الخرطوم اشتباكات وأيضا نتحدث بهذه الساعات من المفترض أن تكون هناك هدنة يسمح للعوائل بالخروج لمن يريد أن يتبضع لمن يريد أن يهرب حتى وبالتالي الأوضاع الميدانية تزداد سوءا لو صح التعبير في بعض المناطق من المستفيد من هذا المشهد من خرق الهدنة أولا خرق الهدنة هو يتم لأن القوات التي تتبع لحميتي الدعم السريح فقدت الاتصال وأصبحت مجموعات متفرقة فلذلك لا يمكن أن تتصرف تصرف الجيش القومي الذي له قيادة موحدة وعنده chain of command كما يقولون أو سلسلة تعليمات تصدر من أعلى إلى أسفل ويتقيد بها فهذه أصبحت مجموعات معزولة بعد أن تم ضرب مراكز الاتصال ومراكزها التي كانت حول القرطوم عدد كبير جدا من المراكز تم ضربها تماما منذ اليوم الأول فأصبحت هي مجموعات متفرقة هي الآن ليس هناك مستفيد من هذه التفلتات اللهم إلا الجهات التي أوعزت لمجموعة من السياسيين في السودان وأوعزت إلى القائد الدعم السريع بأن يتولى هذه الفتنة وهذه مجموعات خارجية خربت كثير من الدول من ليبيا إلى العراق إلى السوريا إلى اليمن وكانت موضوع السودان أن تلحق بهذه الدول وربما جاء الدور عليها ودائما للأسف الشديد أن البلاد يعني نحن عندنا مثل في السودان يقول البلد يقتلها ولده بمعنى أن هؤلاء الخارجيين لا يمكن إلا أن يتدخلوا عبر عملاء داخليين وأصبحت العمالة معروفة حتى الآن لما حصل إجلاء مثلا للفرنسيين العملاء الفرنسيين خرجوا معهم والآن هناك عملاء منتظرين في فور سودان أمريكان يخرجوا مع الأمريكان ما دعسين العمالة بتاعتهم فلذلك المستفيد هو العالم الخارجي العدو الذي يريد أن يفتت السودان هذا هو المستفيد من خرق هذه الهدنة من هو هذا العامل الخارجي من هو العدو الخارجي العدو الخارجي الذي دمر سوريا والذي دمر العراق والذي دمر ليبيا والذي يعني عامل في اليمن ما عمل هذا هو العدو الخارجي وهو معروف لكل الناس هي أصلا حرب حرب على مناطق الموارد حرب كسر العظم للدول التي هل تستطيع؟ يعني ما كان ممكن أن تكون دول قائدة لماذا لا تسميه دكتور مشير؟ لماذا لا تسميه؟ معروفة الدول معروفة معروفة جعاد الإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية الغرب عموما هذه الحرب هي حرب وجود هي حرب حضارية لا يرغبون في أن تكون قائمة للدول العربية الإسلامية بأي حال من الأحوال يعني أنت سيد بشير ترى بأنه لإسرائيل مصلحة من ما يحدث الآن في السودان وكذلك الولايات المتحدة بالتأكيد لأنه يريدون تقسيم السودان وهناك خطة معروفة ونشرت من يمكن 2018 وقبلها أن السودان يقسم إلى خمسة ولايات وعندما تكون الدول صغيرة مقطعة يمكن أن تعترب على الخارج ويمكن أن تستغل موارد السودان الضخمة السودان الآن له موارد من الذهب لو موارد في الجراعة يمكن أن يغذل العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وظهرت أهمية الغذاء فلذلك يمكن أن يكون هو مناطق للسيطرة وهو أرض ذكر الآن الذهب الذي يمكن أن يتغير العالم من الاعتماد على الدولار إلى الاعتماد على الذهب مرة أخرى وهناك الآن بعض الدولات اعتمدت على ذهب السودان الذي كان ينتجه قائد الدعم الشريع ويصدر لها وأصبحت تمتلك موارد ضخمة جدا من ذهب السودان فلذلك هذه الحرب هي حرب موارد حرب حضارية ولكن السودان يخوضها يعني مرغما خلف قواته المسلحة وإن شاء الله سينتصر الشعب دكتور حسن دنقس يعني واضح ما تحدث به أستاذ بشير وواضح أيضا هناك فائدة لإسرائيل وللولايات المتحدة بحسب كلامه مما يدور الآن في السودان أنت كيف تقيم الدور الإسرائيلي تحديدا لأنه لديها علاقات بالدعم السريع وحتى بالعسكر طيب انقطع الاتصال معاك الآن أستاذ محمد عبد الكريم أنت تحدثت عن وساطة إسرائيلية وعن معلومة أيضا امتلكتها ربما تدخل على الخط ويعني تقارب بين وجهات النظر كيف يمكن لإسرائيل أن تكون وسيطا نزيها أولا ومع وجود اتهامات لإسرائيل من داخل السودان بأنها مستفيدة من هذه المعارك مستفيدة من هذا الانقسام تقسم المقسم كي تسيطر بالتأكيد إسرائيل لن تكون وسيطا نزيها يعني هذا السرع في دولة عربية مهمة مثلما وصبت عاصمة اللقات السلاسة يعني كانت من أبرز دول المقاطعة العربية لإسرائيل ومسانلة من مصر في حربها ضدها يعني فلا أتوقع وساطة نزيها لكن هناك وساطة حقيقة بحكم علاقات إسرائيل بالأزمات في السودان منذ عقول وليس وليد اللحظة الحالية أو بعد سقوط البشير السودان كانت حاضرة في ملفات مهجة الإرهاب عن طريق النظام حتى نظام البشير كانت ينصق مع رؤية مدحة الأمريكية ومع إسرائيل في بعض الأحيان لهذا الملف وبعد سقوط البشير حضرت إسرائيل بشكل مباشر بشكل أكبر وبشكل داعم بقوات الدعم السريع سواء عبر ارتباطات بهذه القوات في الحرب في اليمن كما تعلم أو خلافه وخلال خدمة قوات الدعم السريع لمصالف إسرائيل في دول الدوار في تشاد في إسيوبيا في إيريتريا في كثير من الدول جوار السودان كانت قوات الدعم السريع تلعب أدوار المصالف إسرائيل ومن هنا تأتي الوساطة يعني الإسرائيلية هي لديها اتصالات مفتوحة كما ذكرت حضيطك مع قوات الدعم السريع ومع البرهان يعني أيضا هناك كانت وجود قائمة لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في ميارك باتفاقات إبراهيم وما إلى ذلك لكن الوساطة الحالية أعتقد لن تتجاوز فكرة وقف إطلاق نار ممكن يكون مطول نسبيا يعني قد نتحدث أسابيع أوصار وما إلى ذلك لكنه غير ضامن لعملية سياسية شاملة وغير حاسم في هذا الملف هو يريد أن تعود الأوضاع إلى ما قبل 15 إبريل وأن تعود قوة الدعم السريع شريكا في المحل الانتقالية لقوات المسلحة والمقاون المدني لكن أعتقد الأمور تجاوزت ذلك بشكل كبير وهذا يتوقف على استجابة المرهان حمدتي ومستشار السياسي أعلن قبل المبادرة الإسرائيلية بشكل كبير لأنه كان على اطلاع بها قبل حتى إعلانها أمس هناك تنسيق مسبق تأكد هناك تنسيق مسبق حمدتي ليس رجل دولة بشكل الذي يحاول أن يسويقه لكنه رجل آسف لفظه مرتفع ليس أكثر شخص مرتفع دكتور الرشيد أريد أن أتحدث معك خصوصا وأنت من الخرطوم ولديك تصورات عسكرية عن الواقع الميداني الآن هذا التمترس للقوات هذا التهديد حتى أفوا وأن ضعفت بعض الشيء قوات الدعم السريع لكن هذا التهديد الموجود والحقيقي من قبلها في بعض مناطق العاصمة هذا كيف سينعكس على حياة الناس إلى أي حد سيهدد وضع المستشفيات الخطر أساسا القطاع الصحي بصورة عامة نعم ضد عن حرب الشوارع والآن التكتبات التي لجد إليها قوات الدعم السريع تهدد وتعرض حياة المواطنين للحطر وهذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم على القوات أن تعرض حياة المواطنين الدعم السريع الآن يحتمي بالأحياء تماما هو داخل الأحياء يمارس كثير من السلوكيات التي تعتبر هي جرائم يعني كثير من الأسر في الخرطوم والخرطوم بحري تم طردها من منازلها عنوة وتم استقلال هذه المنازل الدعم السريع الآن قوات الدعم السريع طردت أسر من منازلها في الخرطوم طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصالات مع الخرطوم بالأساس هناك ضعف في شبكة الإنترنت دكتور مشير آدم كان يتحدث دكتور الرشيد عن بعض الممارسات أو السلوكيات لقوات الدعم السريع أيضا نريد أن نكمل معك ونستوضح منك الجانب الميداني كيف سيكون قادم الأيام في حال لا سمح الله انهارت هذه الهدنة الآن قبل قليل كان هناك خبر عن سيطرة مسلحين على مختبر الدولة المركزي وهو يحتوي على عينات ما له المصلحة في أن يستولي على مركز كهذا وأي شكل يمكن أن نعطي للصراع بهذه الآلية أولا أحب أقول لك أنه كما يمكن يكون ظهر في المقابلة من قبل أن ضمع أن هذه المشكلة أساسا هي مشكل سياسي ولكن أصبحت مظهرة في مظهر عسكري لأن أحد طفي القوات المسلحة والقوات التي تحمل السلاح الجيش السوداني والدعم السريع انضم هذا الدعم السريع إلى مجموعة صغيرة من السياسيين فيما يسمى بالاتفاق الإطاري وقال أن يحملهم إلى السلطة عبر البندقية وهذا هو ما أنتج الخلاف كانت مجموعة أرادت أن تستأثر بالسلطة بقوة سلاح حميتي ولكنهم يبدو عليهم يجهلون الذي يصل إلى السلطة بقوة السلاح لن يسلمها لمدنيين مرة أخرى فالآن بعد الضربات الجوية على ملاكسهم حول الخرطوم وتشتت هذه القوات أصبحت بموقف ضعيف وأقول لك الآن أنا عندي معلومات من بعض الناس الذين أهلهم أصلا ينضموا إلى هذه القوات سواء كانت من قبائل كردفان أو من غرب السودان يتصلوا بذويهم في هذه القوات ووضعوا السلاح وإما سلموا للقوات المسلحة حسب قانون العفو الذي أصدره القائد العام للقوات المسلح لمن يسلم السلاح سيستوعب في الجيش أو يسرح يمشي لأهله والبعض الآخر ذهب إلى حال سبيله إلى أهله لكن هناك مجموعة أنا أسميها القور العصبة عصبة حمايته التي الآن تدافع عنهم وهذه يمكن تقدر من خمسة آلاف إلى يعني يمكن سبعة آلاف لا تزيد عن ذلك وهي هذه عصبة قبلية وهذه ممكن تفعل أي شيء ممكن تدخل المنازل تنهب المتاجر تحاول أن تدمر البنية التحتية ولا عندها وازع أو لا يناشى أعراب من الصحراء يعني ما عندهم لا قيمة للحضارة بالنسبة لهم لذلك طيب بعيدا عن هذا الوصف يعني لكن دكتور أنت تتأولا الرقم كبير ستة إلى سبعة آلاف ربما أكثر بقليل مقاتل حتى الآن مع حميدتي بسلاحهم هاي وفق معطياتك أولا هنا العدد كبير ثانيا البعض في السودان أو شريحة كبيرة داخل السودان أيضا عندما تجد هكذا ملاحظات على الدعم السريع هكذا اتصال وغزل مع الإعلام الإسرائيلي من مستشاري حميدتي أيضا في السودان شعب عربي وحر ولا يقبل لكن أيضا لا يريد كما يقول المثل أن يضع البيضات كلها بسلة العسكر لأنه بانت للجيش أهداف سياسية معلش هي ما ليس سلة العسكر الجيش بالمؤسسة الوطنية القومية الوحيدة في السودان دون منازل والآن الدعم الشعبي الذي وجدته القوات المسلحة السودانية لم تجده في تاريخها قاطبة الناس على مختلف اتياهاتهم السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هم دعما للجيش الوطني ولكن يقدم الآن حلول هناك الآن حلول مقدمة في بعض الجهات قدمت حلول في شكل نخاط النقطة الأولى لا بد من دعم الجيش الوطني لأنه دعش قومي النقطة الثانية لا بد من وقف هذه الحرب عن طريق العفو الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة النقطة الثانية لا بد من الاهتمام بالاحتياجات الإنسان كهربة ماء الأكل المستشفيات النقطة الأخيرة ودي مهمة جدا عدم القبول بالتدخل الخارج في الشأن السوداني إذا كانت هناك معونات أو مساعدات في جهات تتولى هذه المساعدات سواء كان من الهلال الأحمر أو منظرات المجتمع المدني الآن التي نظمت نفسها ولكن لا يقبل تدخل خارجي في مسألة أنه وصاطات أو شيء من هذا القبيل لأنه أي تدخل خارجي معناها الجانب المعادي للقوات المسلحة الوطنية أصبح في موقع الضعف ويأتي الخارج لينقذه ويكون عندنا وضع أشبه بما جرى في بعض الدول الأخرى يكون جانبين فلذلك نحن في السودان لا نساوي بين القوات المسلحة القوبية السودانية وبين فريق من هذه القوات أو جزء منها تمرد عليها وأيضا نعود لك أستاذ علي فاضل قديركي من تشاد تحدثت عن دخول أعداد من السودانين نتيجة هذه الأزمة أيضا أنت شككت بصحة تقارير غربية وأنت الآن معنا نأخذ المعطيات منك بخصوص الأعداد الذين دخلوا إلى تشاد بحسب معلوماتك وأيضا ما هي أوضاعهم حاليا ما هي أبرز ما يحتاجون لهم أولا أنا أريد أن أصحف معلومة هذه المعلومة انتشرت يوم أمس في القنوات الفضائية العربية لا أعرف ما إذا كانت المدين أيضا وقعت في هذا الفخ أم لا هناك في معلومة تقول أن الحكومة الشادية تقف على جانب أحد أطراف النزاع في الصراع السوداني الآن وهذا الخبر الذي زعته بعض القنوات العربية كذبته الحكومة الشادية على لسان وزير خارجتها أمس بس على القناة الشادية لذلك نقول لك في بعض المعلومات التي تريد ليست كلها معلومات صحيحة لذلك نحن الميادين الشادين متواجدين في الميدان وفي أرض أرضنا الشادية نعرف ماذا يدور في الأراضي الشادية بالنسبة لسؤال هل العادات حتى الآن حصرت وعرفت أعدادها أم لا لا إن العادات حتى الآن لم تعرف حقيقة أبدا النازحين الذين دخل الأراضي الشادية لأن النازحين الآن ما زالوا يدخلون واحدا تلو الآخر في كل لحظة يدخلون إلى الأراضي الشادية وما زالت الحدود مفتوحة بالنسبة للمواطنين إن كانت لم تغلق يوما حدودها مع السودان ومنع السودانين من الدخول إلى أراضيها لذلك حتى الآن العادات ليست لكن تقريبا قالوا تقريبا حتى هذه اللحظة الذين دخلوا الأراضي الشادية تقريبا وصل أددهم 18 ألف لاجئ من السودانين الفرعين لكن العادات تزداد لحظة بعد لحظة لذلك لا أحد يستطيع أن يجزم بالعدد الحصري أو الأدد الكل للذين دخلوا الأراضي الكادية حتى الآن وما زالت الحدود مفتوحة لاستقبال السودانين الذين يريدون الدخول إلى الأراضي الكادية لأنها أراضي آمنة كما أوتهم منذ 20 عاما شكرا جزيلا لك الأستاذ علي فاضل قدير كالإعلامي الشادي كنت معنا من العاصمة جمينا وأيضا شكرا للدكتور بشير آدم رحمة الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي كان معنا من الخرطوم شكرا للدكتور الرشيد إبراهيم مدير معهد التحليل السياسي والعسكري كان معنا أيضا من الخرطوم كذلك الشكر للأستاذ حسن دنقس وهو مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا أيضا من الخرطوم وشكرا للأستاذ محمد عبد الكريم الخبير في الشيون الأفريقية كان معنا من القاهرة الشكر الأكبر لكم مشاهدينا في أمان الله